السلام عليكم كانت منى كلكم تكونوا بخير وكانت منى لباقي مشتاركش في القناة اشترك وفحلوا الجرس باش توصلوا كل جديد وما تنساوش تخليوا تعليق على القصة اليوم عندنا قصة جديدة نبدأ شفت الليل ونجومه وشفت النهار ونوره شفت البحور ومواجه وشفت العين واللي بغاها شايف كل شي انا العرافة اسمي مرجانة وساكنة في بلاج كبيل ولكن اسوار كلها معزولة على بعضياتها وفي القمة كينات السلاطين ديالها وقصورهم وفي القاع كينين احنا ولاد الخبز الحافي في عمري 30 عام وحيدة والدية واحد النهار وانا عمري 9 سنين غبت على عائلتي وبقاوكي قلبوا عليا ومن بعد لقاوني عايمة فوق الواد كل شي كان كيغوط وقال هادي ميتة لا محالة هزوني وغطاوني حليت عيني وبنت لي يامرة شارفة بزاة دوذات ايدها على وجهي وحسيت لحمي تبور شكوري وشداتني سخانة من الرجلية حتى على راسي تنفست فجأة وفقت وحتى واحد معرفة شنو شفت ولا شنوق علي بوحدي كنت خايفة وفكل مرة كانت كتبالية شارفة من بعيد وانا خايفة حتى الواحد النهار ما بقيت شفتها حسيت برعدة واحدة ومنتم ما وليت كنعرف كل شي بلا ما نحس نسمى واحدة كتخليني نعرف شكون دار واشنو غايدير والغريف هادشي كلو ان حتى واحد ما عرف انني قادرا ندير هادشي خفت يقتلوني حيث في هاد الفيلاج غايقولوا علي يا ساحرة وغايقتلوني وانا ماشي سحارة انا عرافة كنا جنب الواد وحنا كانسقيه بحل كل مرة وقالت البنت اللون ها بلات ينسقي يمكن يدو الظهري ويديني وهي تقول البنت التانية يديك الواد قالت التالتة ها سكتو قالوا والد الشيخ الغرفي ذوين هو عروك يحمق وهي تقول اللونة مشيتي بعيد شكون غايديها فينا في هادول ها داك باينا غاي تزوج شي اميرة بحاله قالت مرجانة ومال نحنا ماشي عيالات قالت البنت التالتة انتي بالضبط لا انتي ركي كبرتي وفات فيك الزواج صافي بلا ما تعولي قالت التانية واللهي ما كتبتي وهي تقول مرجانة واخا احتلدك الساعة ونشوف وبحال ديما بقاوك يستاهزقوا بيا ما عادي بحال كل مرة ولكن غنفاجئهم هادي المرة حيت خططت ليهم غدا ندخل لقصر الشيخ باي طريقة وغنولي كنهتم بالشيخ الغرفي وغنولي كنتهم الشيخ الغرفي من اكبر اترياء البلاد عنده قصر كبير وثلاثة الولاد كبير هم بسميته قصي والتاني ماذل والتالت فاريد كل شي عارف ان ادكاهم فاريد وهو العزيز على قباه وافشلهم الكبير قصي اللي وخباه كيمسكوا زمام الامور الا انه ديما كيحشموا مع كل شي فاشل وكيحماق على البنات واسكايري احتفل خدمة ديالهم ديما فاريد وماذل حاطقين الوضعية قال الغرفي واش انا والد الرجال ولا شمايت ايش هاد الشيخ كل شي خاص يحرف ان اولاد الحاش الغرفي شداد واقوياء بحال باهم وكلمتهم اسموها فاريد قال احنا في ايديك ابا وهيبتك هي هيبتنا وهو يقول قصر ايه ابا ايه احنا اقوياء الغرفي قال له انت اسكت حسليك يا ريتني ولت بنت ولولتك انت اسكايري قول لي يا غير مرة واحدة فرحتيني فيها وهدرت عليك وانا مفتاخة ديما كنحني راسي وانا كنذكرك واللي محش مني احتمل بنت الحاج الرافعي اللي خطبتها ليك طجات من النقبة في عائلك قال لي قصي انا الوليد وهو يقول الغرفي سكتنا وحدى الواد رجعت مرجانة لجنب الواد وقلسات بوحدها احتى رفعت راسها وشهقات بعفق وقالت اه هو جاي خرج قصي بالعودة دياني احتى وصل جنب الواد وشاف مرجانة وهي كتلعب برشليها في الواد قرم انها على اساس يتغزل بها كيما كيدير مع اي مرة كيشوفها احتوصل عندها وهي تقول له قصي ولد الشيخ الغرفي قال ليها قصي اتعرفيني اه انا ولده وهي تقول له مرجانة ديما مغموم حيث باباك مبغاش يرضى عليك وخدرتي اللي درتيها هو شايف خوتك حسال منك قال ليها قصي باش عرفتي هاتش كله شكون انتي قالت له مرجانة شايف هاد الماسة اديها لبنك اوريها له ويلا سولك قول له لقيتها قول له قلبتلك عليها ولقيتها وديك ساعة شوف واش غايبقى يحتاقر قولنا قال ليها قصي ما جاوبتينيش شكون انتي قالت غادي تعرفني من بعد مشات مرجانة وخلاته مصدومة بقى كيشوف في الماسة واش حقيقية ولا غير كيحلم ارجع لعودة ديانو ومشا نقصر بباه بالزربة مشا الابن العند بباه ودخل عندوه ومزروب لقيه مع ولادو الخرية قال قصي الواليد قال ليه الغرفي جيتي فين كنتيخ صارت ولادي قال قصي جبت ليك شي حاجة قلبت عليها ولقيتها قال ليه الغرفي اكيد شي مصيبة بحال ديما وجهلم صعيب ولويه جبد الماسة بين ايديه ومتهاليه والشيخ توسعه عينيه ودار ابتسامة كبيرة وقال الماسة هيد الماسة فين لقيتها قصي قال ليه قلبت ولقيت قال ليه الغرفي احسن حاجة درتيها من نهار تزاديتي 24 عام وهي ضايعة مني حزنت بستاف حيد دعت ليها كنتي يقزت من انانين لقاها مرة اخرى الله يردع عليك وهكا نبغيك هكا راجل دابا نقدر نفتاخر بيك قصي قال له ها انا انا مفخار عليك ابا ابقى الاب طاير بالماسة ولاده بقى وحالين فمهم كيفاش الولد اللي كان فاشل دابا غيوليه وحبي بوالده دابا غيوليه وحبي باباه اما قصي فتفكيره كله التاجه نحو البنت اللي لقاها جن بالوعد كيفاش يلقاها مرة اخرى وهو ما عارف عليها والو واش هي من الانس ولا الجن واش بالصح شافها ولا غير كيتخيلها هاد الشي كله خلاه يرجع يقلب عليها مرة اخرى ومشى لنفس البلاسة ومالقاهاش لقات اما غابنات الفيلاج كيلعبوه ويغنيه وينشطه قالت البنت اللولة شو فيش كونجا قالت التانية قلبي ولد الشيخ ثالثة قالت سكتو سكتو اهوكي قرم قرم منهم وقال ممكن نسولكم كتكون هنا واحد البنت الصراحة ما عرفتش اسميتها ولكن قدر نوصفها شعرها كحال وعينيها اكون حال البنت تفقصو وقال قوسي ما قدرتوش تعرفوها ياك قالتلو التانية ابنت الفيلاج كلهم عندهم هاد المواصفات اللي قلتي قوسي قال ليهم واخا سمحوا لي بس لا معلكم مشا قوسي هوك يفكر بحال ليلة كيقلب على برفك ومتقش انتشر الخبر في الفيلاج كالنار في الهاشين ولد الشيخ كيقلب على شي بنت في الفيلاج وكل شي باغي عرف هاد البنت ش كونه مرجانة ضحكات وقالت عرفتو غايقلب عليا وهادي مرة غا نستاغل هاد شي بايش يكون كي ما بغيت انا بس صح ان هاد شي اللي غدا ندير ما عرفت ش قيمته إلا أنني دابا غا نستاغلو كما يجب دازوا ليهم وقوسي كيقلب على مرجانة ودوم جدوه حتى عنا هولا كيقلب حد الواد ليل ونهار كيتسنها تجي حتى الواحد النهار وهو قالت حد الواد تحطات ايد دعليه تخلع لتافتو القمر جانا قال ليها فين كنتي ش حين واناك نقلب عليك قالت لي بقى جالس وقلسات حدها وهو يقول قولي ليش كون انتي وكيفاش حسيتي بيا وعرفتي كل شي دك الشي قالت انا بنت بسيطة بنت هاد الفيلاج ولكن اللي زايد علي ولكن اللي زايد علي هادو انني كنشور كان عرف شنو كايد يكفي نشوف عينيك او نقرأ ايدك وبعض المرات ما كنحتاش يكفي انني نحس هاد شي حتى وحد ما كيعرفو إلا انت قال لي هاقوسي شنو ثميتك قالت مرجانة وهو يقول انتي فعلا مرجانة وطاحت في ايدي قالت له اهام وهو يقول غنعطيك اللي بغيت اللي طلبتها وغندخلك اللي اقدر ولكن تكوني هرافة لي يا بوحدي تشوفي لي وتخليني نكون اللول في عينين بطا وعينين الكل قالت مرجانة في ايدي نخليك اللول في عينين الكل وخصوصات الواليد ديالك ونخليك تشد الولايات هاد الفيلاش وتحكم كي ما بغيتي نجعل كل شي داير فيك التيقة وفي ايدي نطلعك الفوق قال لي هاقوسي اه هاد شي اللي بغيت تماما وهي تقوله ولكن انا ماشي هاد شي اللي بغيت قال قوسي وشنو بغيتي وهي تقول له بغيت نتزوجه وتجي وتخطبني مع عائلتك من والدية وكل شي في الفيلاش يعرف انك غادي تزوجني قوسي قال لي ها شنو؟ وش بغي يجري علي يا بابا مستحيل طبعا ندير هاد شي قالت لي انت حظ هذا هو شرطي وإلا غادي ترجع الأيام الفجل من جديد فكر مزيان وإلى قررتي ها دارنا قريبة من الوهد سول على مرجانا كل شي كيعرفني مشيت وخلاته في بحره هايم كيفاش هاد شي؟ واش غايتزوج واحدة من الفيلاش؟ الشي اللي عمره ما داره شي حد من عائلته أصلا مغاي وافقوش على هالشي أكيد ولكن رجعت فكر النجاح اللي ممكن يجيه من وراها ويحكم وحكم الولاية وتذكر حتى شاما البنت اللي كيبغي من صغره وهي كتبغيه واش غادي تخلى عليها؟ بقاكو صاي كيفكر إيام وإيام وكيشوف تغيير دباطاه معاه من اللي لقاليه الماسة كيفاش غايكون إينا ولا ناجح بزداد في حياته؟ وبعد تفكير طويل أرجع للواد وبدك يقلب احتبنت ليه وحدة من اللي بنات وقال ليها سمحيني ينسوا له فرحات وقالت نعم قال ليها ما رجعنا كتعرفيها قالت آه لا حليش كتسوي؟ قال ليها وريني دارهم عافكي البنت قالت دارهم وهو يقول لها آه بغيت باباها صدبات البنت وهو يقول واش مسمعتين يش؟ قالت واخة واخة اجي معايا مشا بوراها احتوراتوا دارها ومشيت كتجري هو مشا دق على دارهم وحليه واحد راجل كبير ومبهدل قال الأب شكون انت؟ قصاي قال له أنا قصاي والد الشيخ الغرفي هو يقول الأب ش ش ش ش ش ش ش ش شنو؟ تفضل تفضل اسيدي مرحبا 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 السعدية سايبي شي حاجة للضيف قال قصاي أنا صراحة عمي جاي نخطب منك بنتك مرجانة وانت من نتقبل بي قال ليه الأب مرجانة واش كان حلم؟ واش متأكدة ولدي بنتي مرجانة هي اللي بغيتي ياك ما اتخلطات ليك مع شي وحدة اخرى قصاي قال مرجانة بنتك أنا متأكد الاب قال في خاتو عمرك كلن تخيل بي هاد البنت عندها قاحد ظهر وهو يقول والوالدة، فخباره Language قال لي وقت كجتي أما queen أنا لقد جيت reminisى ووفي показ Wood اتذهث مرجانة وأن مرجانة مرك يا riktiera وماذا ما أبسك You وقال لا 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 ايش منو مقبلتش اللي ما عندو حقل هو اللي يرفضكم انتوما انا ما زال منطيق راسي وهي تقول السعدية مرحبا و اهلف مرحبا و بدات كد صغرت مرحبا برجل بنتي قصاي قال شكرا المهم انا غادي نرجع المرة الجاية و انا جايب معي العدول بسلامة قال لي هالأب بسلامة سيدي مشاقو صاي و خرجات مرجعنا قالت ابا علاش ما تشرطيش عليه واش غتلوحني فابور هو يقول الأب ايش هادشي كتقولي واش مستطيه واش عرفتي شكون هادا قالت عرفته وعارفة باللي غدي تزوج مرجعنا ماشي اي واحدة قال لي هالأب هاد بنتك غا تتحمقني واش كاينشي حد حاشها ليك من قبل انا شاك باللي هادا سيد ما هواش في حقله دابا و الا ما كانش غادي يجي عند واحد بحاله وهي تقول سعدية لعني شيطانة بنتي اباك عندو الحق و خلينا نستغلوا الفرصة قبل ما يفيق تزيد قالت لي هم مرجعنا ما تخافوش غادي يرجع وانتاشرات في الفيلاش بسات قصي و مرجعنا و بدأوا البنات كايندفوظها لهم قالت اللولة اربي اربي شكون كاني طيق مرجعنا مرجعنا عباد الله كدرت ليها هوي لي عباد الله وهي تقول التاني انا ما طيقتش من اللي قال لي يا بغيت دارها عرفت و غادي اختباه قالت ليها لبنت الثالثة واش انتي مسطيها علش وريتيها ليه علاش مشا قصي لحند الاب ديالو بش يقول ليها لزواجه طبعا رفض بشدة ما كان في ايديه اللي يدي معاه واحد من معارف اباها واحد من المسؤولين والعدون انهار مشاول دار مرجعنا الفيلاش كل نجا كيشوف هاد الحدث الخارق للعادة ولت القصور كيتزوج بنت الاكواخ الاب ديالها فرح بزار ومتيقش راسه انه غاديدخل القصر اللي عمره كان كيحلم يدخل لي وخغير خادم كتبو وجاوقت الرحيل دخلو البنات لعند مرجعنا وقالت ليها اللولة فرحنا لي كمرجعنا تستاهلي قالت ليها مرجعنا غريبة مع انه كنتو كتقولولي ان هذا حلم بعيد علي بالدات قالت الثانية انا ديما كنت كنقوللي هوم ان مرجعنا سعدها زوين وغدا تدي واحد كيبغيها الموهي جبتلك هاد لك حلو هاد العقار ديري هوم انت ركي عروسة وراجلك كيتزناك خاسكي تخرجي عنده زوينة مرجعنا قالت انا راجلي شافني وبغاني كيما انا ولكن ما غنخصرش ليك الخاطر انا غدا نديره يلا سنوني برا وهي دقول التالتة قالت البنت التالتة واخه يلا هالبنات دخلت الام وخرجوا البنات وهي دقول ما رجعنا امي هاكي اعطي هاد شي الامهات هاد ارباعة اللي خرجوا دابا وياكي تديري منو شي حاجة قالت الام وعلاش قالت لها مرجعنا حيت مسموه وباغين يخرجوا فييا الحسد ديال هوم الام قالت ايالا طيب وباش عرفتي هنتي مرجعنا قالت ماشي وقتوه ماما دابا قصي كيت سنه خرجات مرجعنا عند قصي وصدهو اللي بنات وركبات معاه ومشات والدها كيودعوها قال لي ها قصي هاحنا تزوجنا شنو فيها قالت لي كل خير باباك ما موافقش على الزواج ولكن ما تخافش غدا نقدر نقنعه مع المدة وهو يقول وهيكي تستعملي معه تعرفيت ديالك مرجعنا قالت ما تخافش علي حياتي سكنت قصي ومجاوبهاش وصلوا لقصر ودخلوا وكل شي بقى مصدوم من هادي اللي تزوج قصي ومعها فين عليها وعده لا هي بنت اصل ولا بنت جاه قالت له الام شكوون هادي قال لها قصي ممرتي وهي تقول لامه ايوا ها اش غنقول لك هاولدي شاهيتك شي مرة تكبر وتدير عقلك بدلتي بنات الاصل بالجواري مدهاش فيها بداني لبيته قال قصي هانتي غدا تبقاي هنا وياكي تخرجي ولا تضري معاشي واحد هانك نحدرك مرجعنا قالت ايجي واش مغتبقاش معايا قال لي ها قصي مرجعنا احنا تطفقنا على الزواج قدام الناس مصافي ماشي على شي حاش اخرى خرج قصي وخلاها في البيت بوحدها وبقاتك تهدر مع رأسها وقالت واخا قصي ما زال تجيبك اليام حتى للرجلية بقاتك تشوف في البيت والزخرة فاتيالو وحالف امها بالمندر احتلقات رأسها خرجات البالكون شوية بنت لها واحد للبنت قلصة قربات منها وقالت لها السالة هانا وهي تقول البنت شكون انتي؟ قالت مرجعنا انا مرات قصي البنت تصدمات وقالت شنو؟ شهقات مرجعنا بهدوء وشافت فيها وقالت انتي بنت عمو ياكي شاما وهي تقول البنت وانتي مالكي قالت مرجعنا عندك الحق غا بغيت نقول ليك تهاللايف الولد اللي في كرشك ولا نقول البنت اللي في كرشك البنت تصدمات وقالت كيفاش عرفتيها؟ قصي اللي عود ليك ياك انا غدا تفهمها دخلت بالزربة وخلت مرجعنا موراها كتستكشف جمالية المندر حتدخل عندها قصي دغية وقالت ايش هتشي درتي؟ كيفاش حتقلتي لي هادك الشي؟ خليتيها تشك باللي انا اللي عود ليك عليها؟ قالت له مرجعنا هادي هي اللي كتبغي؟ دخلت عليك بالله شكون اللي حسن؟ انا ولا هي؟ قصي قال مرجعنا تخلي سوق راسك وماشي سوقك فيها جاع قالت له هو خاسيدي ولكن انا بغيت نقول لك تقول لها غير ترتاح لدوك العشوب اللي اعطيت لها العطارة راز وينين وغي يطيحوا لها الكرش فلا ما تحسن؟ ولكن ما خاصهاش تفوت ليلة اكتمال القمر قصي تصدم وقال شنو كاين تاني؟ بغيت ندير شي حاجة نخلي بها الوالي درد عليها وين سهد الزواج اللي درتو بلا خاطره؟ مرجعنا قالت له صير اللي عند الشيخ صريفي ادينه كتاب هدية صير قلس معاه وقنعه باللي شاركته مع اباك غتجيب ليها الربح قصي قال الواليد براسه مقدرش يقنعه ونقنعه انا قالت له مرجعنا هيدا هو بيت القصيد إلا قنعتيه انت اباك غادي يرضى عليك وغادي يقدر يعول عليك وهو يقول قصي وكيفاش غنقنعه؟ قالت له مرجعنا انا غدا نقول لك صريفي غد يموت على واحد الارض مولاها مبغاش يبيحها حيت فيها كنز مخبي وهيد السيد كيحماق على الكنوز وما كيعرف بلازة الكنز غير انا فرح قصي وقال وفين هو هاد الكنز؟ وهي تقول له مرجعنا بلا ما تفرح الكنز اصلا عبارة على لوحة قديمة ما غتنفعك فواله ولكن الشارف غيحمق عليها قال قصي فين؟ هم؟ فين هو فين؟ وهي تقول له مرجعنا خمسات الخطوات من شجرة الزيتون باتجاه دار الراجل مدفونة امه قصي قال كيفاش كتقدري تعرفيك عادشي؟ وهي تقول له ماشي مهم المهم دابه هو تورينا حن نتيديك قال لها قصي غانووريك غاسو برعليه ماشي قصي عند الحاج السريفي وهدر ليه على الكنز السيد ريوغو سالو ودغيا وافق انه يدخل شريك محبه بعد ما ماشي قصي الوالدة يالو وقال له باللي سريفي قبل بالشاركة اللي بيناتهم قال له الغرفي ايش كتخربك؟ او ايش كتحلم؟ قال له قصي كي ما كان قوليك ابا انا قنعتو وينما طيقتينيش هاك هاد المرسول مني رافيه الختم ديالو وهو كي رحبيك في اي وقت الغرفي فرح وقال اخيرا تستاهل جائزة على هادشي اللي دارتي نقدر نقول دا بابي اللي انتا ولدي ونقدر نعتمد عليك وبقى والاخوة كيشوفوا بعدياتهم من الصدمة كيفاش قدر يدير هادشي ارجع بالزربة قصي المرجانة ولقاها مع الخدامات وكتادة قالت انتي ما تمشيش لعندها اغادة تجري عليك وهو يقول قصي مرجانة ناضت مرجانة لعنده بالزربة قال ليها ايش هادشي كديري يا قلتلك هادشي بقى بيناتنا واحتى واحد مايعرف بيه قالت لي واخة واخة شفتك فرحان وهو يقول اه وبالزاف الواليد راضي عليها قالت ما زال ما زال وسيقال لها الله يخليك لي وهي تقول له في اخبارك غادي يختاروا واحد من خوتك يكون الأمين قال ليها قصي مستحيل شكون غا يختاروا وهي تقول اكيد ماشي انتا قال قصي قولي لي شنو خستني ندير انا اللي خستني نكون في هاد المنسب قالت مرجانة غادي تقول ولكن ماشي دابا وهو يقول فوقاش ايدا وهي تقول مرجانة من لي وصل الوقت ديك الساعة غادي تقول اللي انتا هو الأمين مرجانة خلات قصي حاير ومشاك شوياجة عنده واحد من اخوته وقال له باللي الواليد ديالهم بغاهم مشا لقاهم جمعين وكيتافقوا على شكون غايكون الأمين قال الراجل انا في رأيي سيدي فاريد هو أحسن واحد يقوم بهد المهمة وهو يقول الغرفة اه بالصحة هو الأمين في ولادي ما نخافش يضيع فلوسه في السكرة او في القصاير قصي قال في خاطره الهاضر عليك الحاضر عينيك وندم المجمع وخلاهم كي يباركوا الفاريد على المنسب الجديد مشان عند مرجانة مباشرة وهي تقول لي جيت يا سعدي قال ليها ما اتفقناش على هاد شي انا اللي خالس نكون الأمين وهي تقول يا قلتلك غدي تكون ولكن ماشي دابة قال قصي فوقاش ايدان قالت حتى يوصل الوقت قال قصي هاد الوقت فوقاش غدي يوصل قالت مرجانة ذاك شي ما كان قدروش ندخلو فيه حنا حيت كبير علينا انا غير عرافة كان عرف فاش كيوصل الوقت قصيت على الصب ومشى وخلاها وهي تخرج ومشات لعند مرات الحاج الغرفي لقاتها غالثة وهي تقول احتراماتي يا للا قالت لي هالحاجة انتي شنو بغيتي انتي شنو بغيتي قالت مرجانة بغيت غير نقلس معك وناخد شرف الهضرة معك قالت لي هالحاجة غالثي وهي تقول عيونك فيهم يا للا حزن نتمنى يكون بخير نتمنى تكوني بخير قالت الحاجة انتي باش عرفتيها وميتقول مرجانة الحزنة للا كينخر الجسد بحاله بحال الطعوم وانتي حزنك قديمي والمشكيل انه غادي وكيت زاد حاجة تضمعت وقالت باش عرفتيها قالت ليها مرجانة تهالله فراسك لنا وهي تقول الحاجة اجيل هنا قالت مرجانة نعمة للا وهي تقول الحاجة شنو كتعرف عليها مرجانة قالت غير الخير قالت لي هالحاجة قلسي وهضري قالت مرجانة الماضي وزواج الغسق وولد الفيلاج اللي بغيتيه والاب ديالك اللي زوجك عليه الدلجاه والمصالح قالت الحاجة باش عرفتي هادش كله وهي تقول مرجانة سرق في بير وما كيعرفه حتى واحد من غيري ناضت وخلاتها فحيرة من أمرها بقات مرجانة في بيتها الأيام احتى قصي مت واحتى قصي مكانتش كتهضر معا في الثان احتى الفجر واحد النهار شهقات بعمق احتى فايقات قصي بالخلع قال لها شنو كهين وهي تقول ناصيب فريد هو هادا وصل قال لها قصي شنو هو وهي تقول خوك اليوم غا يطيح من منحة در عميق غا يتجرح وغا يتضرر وإلى ما تعتقش في الوقت المناسب غادي يدود حياته كلها في الفراش قال لها قصي شنو خسنين دير وهي تقول مرجانة إلى بغيتت من عمر الخروج غادي تقدر تعطقه قال قصي أكيد غا نعتق خويا وهي تقول ولكن رد بالك ديك ساعة عمرك ما غا تقولي أمين في حياتك قصي قال لها شنو كت قصدي قالت يعني تختار بين خوك و المنصب ديك ساعة قرر القدر كي حطيك فرصة تختار وتحدد مصيرك وانت عليك تختار ابقى قصي حاير خرج من البيت وتلاقى أخوه فريد قال ليه فريد صبح الخير قال قصي صبح النور وقال فريد هو أشلا باس المهم أنا ضروري نخرج دابا حيث عندي شي حاجة مهمة غانوا يرجعون هدروا قصي مقدرش يهدر تغلبيت عليه الألم اللي خلاته يسمح فخوه بعد ساعة ومشى المكان اللي وصفاته ليه مرجانا وشاف خوه هو فحاله يرتلها بدك يبكي وكيقول خويا خويا نزل بس ضربة عنده هو كيبكي جابوا بصعوبة فريد قال ليه قصي كنت ألم ما قادرش نحرك شي سين قصي قال أنا غادي نحاونك ما تخافش غا تكون لاباس مشا بالزربة وشا بالمساعدة وهزوه من تلمع والداوه للقصر بشي الدعوة ولكن الأطباء كلهم قالوا باللي فريد ما غا يقدرش يتحرك مرة أخرى ولا يتمشى حزن الأب بزاف على ولده وحتى الأم أما قصي ابقى في بيته وضاميره مأنبه وما كيهدر معه حتى واحد ومشيت عنده مرجانة وقالت مبروك عليك المنصب الجديد قصي قال خليني بوحدي مرجانة قالت ليه خاصك التحرك وهو يقول شنو كاين عود تاني قالت خوك مازين كا يدور بالمنصب وماش يبعيد يقنع الواليد ديالك أنه يديه قال لها قصي ما غا نسمحش بعد الشي وهي تقول هاك كاك نبغيك نوت سير هدر مع الواليد ديالك ما حده مخدر بصدمة فاريد مشاقه سيل عند الواليد دياله وبدك يقول ابا أنا عارف باللي صدمة كبيرة ولكن رأى الخدمة ما خاصها ش توقف شكون غادي يوقف على الخزينة وفاريد ما كاينش رك عارف باللي عدينا غادي يديروا أي طريقة باش يوصلوا لها واش غا تسمح بعد الشي قال ليه الواليد دياله مش كون غا يوقف عليها قال قصي أنا غادي ندير اللي في جهدي وهو يقول الواليد دياله دير اللي بغيتي خد منصب خوك قصي قال ما تخاف شبه أنا غادي نكون في المستوى المطلوب وعند حسن ضنك فرح قصي حيث غادي يشد منصب الامين اللي كان كيتسناه من هادش حال فرح وبدك يحتافل ومرجانا معاه احتل واحد النهار مرجانا حسات بشي حاجة ومشيت تبعات الحدث ديالها احتلقات قصي مع شاما وقالت شاما انتا خاين واخدعتيني مع هاديك قصي قال ليها فاهميني يا حبيبة انا ما كان بغي حتى واحدة من غيرك انتي انا ديك السيدة تزوجتها غير باش نوصل دك شي اللي تمنيته وديك الساعة غادي نتخلص من هون طلقها غادي توصلني نكون والي وهادشي عليا شرها معايا دابا ولكن كان وعدك غير نولي والي وغادي نجريح ليها وديك الساعة غنزوجك انتي امهجت قلبي ابقات مرجانا كتسمحتها لاخر ورجعت لبيتها وقالت داك شي هو اللي عمرك غتحلم بيها قصي بعد داك شي اللي وقع مرجانا ولات حاضية رازها مزيان واختارت طريق اخرى خصوصا بعد ما جات عندها احماتها وقالت لها لباس عليك مرجانا قالت مرجانا ولي تلباس من اللي شفتك قالت الحاجة قوني لي كيفاش كتعرفي دك شي ولي تقول مرجانا كان حسبك بحال امي وغنعود لك انا كان حلم وهاد الشي متوارد عندنا في العائلة ولكن حتى وحد ما كيعرف هاد الشي كان خاذ خصوصا قصي ما قلت له وانو على هاد الشي قالت لي هالحاجة ما تخافيش سرك في بير ايلا عودي لي ما شنو شفتي في الحل قالت مرجانا شفتك كتبك وكتندبك حيت بباك ما حش بمشاعرك ولكن هاد شي ما سعلاش قالت الحاجة بعد قاعد هاد العمر قالت مرجانا دك سيد ما زال عايش وكيت فناك باش تعيش محا دك شي اللي باقيلك في عمرك قالت الحاجة ولكن وهي تقول مرجانا ما ولكن موالي انتي ما كبيراش وما زال صغيرة ازواجك بحد الراجل هو اللي يكبرك في العمرك الحاجة قالت أولادي كيفاش غدا تخلى عليهم مرجانا قالت لها أولادك كل واحد فيهم عايش حياتك وهي تقول الحاجة وفاريد مرجانا قالت لها بين عينينا وأنا بنفسي غنت هلا فيه المهم يستعلي هاد الحزن اللي في عينك نادت المرة وخرجات من بيت مرجانا واللي بتاسمات بتسامة شيطانية موراه تخلقوا سيف العشية وأجلس مع مرجانا وهي تقول شنو أخبارك قال لها أنا اللي خاسني نسولك وهي تقول الولاية قريبة وباك مفتاخر بيك بالزهر فرح قوسي وقال بس طح وهي تقوله ولكن ما غتفرحش بيها حيث غتوقع شي حاجة غتخلي كل شيء حذر وكل شي كي هذر قوسي قال شنو؟ وهي تقول خلنيها مفاجأة قال لها قوسي غا فهميني بي من كي تعلق الأمر قالت له مرجانا بعائلتك وخصوصا أمك قوسي قال غتجر لها شي حاجة وقالت ما نعرف ولكن في الغالب الله وهو يقول واشنو؟ قالت ليه مرجانا ما كيهمش أهم شي هو الولاية ياك هدا هو حلمك اضحك وصي وقال آه ودازدك النهار وكالعادة مرجانا كتخرج تسحر كل من في القصر بكلامها حتى ولا كل شي تحت أمرها واحد النهار لقات الشيخ الغرفي قالت ومشات عنه قالت له احتراماتي سيدي الشيخ قال لها الغرفي قلسي قلسات مرجانا وهي حانية راسها وبدأ هو كهدر قال كيفاش حتى طيحتي ولدي في شفاكك؟ بتاسمات مرجانا بهدوء ورفعت راسها وهي تقول حيت سحرت ليه الغرفي قال ليها باين عليك مساهلاش وهي تقول ما نقدرش نوزلك على الأقل أنا ما قتلتش خويا باش ناخد الورث والحكم ارتابك الغرفي وقال ايش هاد الشي كتقولي؟ شكون قال ليك هاد الهضرة؟ قالت لي ما تخافش حتى واحد ما كيعرف هاد الهضرة من غيري أنا ويلا بغيتي هاد الشي بقى بيناتنا؟ قال لي هالغرفي انا غادي نحبسك وهي تقول كالنسحك ما تحاولش حيت كنعرف كتار من هاد الشي وهو يقول شنو بغيتي؟ قالت لي بغيتك تعترف بي رسميا فقال لي الكنة الوحيدة ليك تعصب الغرفي وقال موافق وبيناتنا هادر اخرى خرجت مرجانة من عند الغرفي وهي رافحة راسها وفرحانة وهي تلاقى مع مراته قالت ليها مرجانة لابس عليك للا وهي تقول ليها مراته شوية ما زالك نفكر مرجانة قالت اجي معي البيتي ونهضره على راحتنا مشاه البيت مرجانة ودخله وقلصه وهي تقول مرجانة خاسكت تبعي قلبك وهي تقول مرات الغرفي ولكن فينا غنلقاه بعد قاع هاد العمر قالت ليها مرجانة ما زال في الفيلاج انا غدي نوضيك طريقه هو ما زال كيتسناك سيري عندو وهربو من هنا خرجو من هاد الفيلاج قاع وهي تقول المرات وفين كاين هو مرجانة قالت كاين حداد واحد في باك السويقة كيكون تما بعد صلاة الفجر امرات الغرفي قالت انا خايفة وهي تقول لها مرجانة سمعي لقلبك وتاخدي القرار المناسب نادت ام قصي من عند مرجانة اللي بقات كتفكر كالعادة وفي العشية جا قصي وهي تقول مرجانة عمدرة كيف غادى الامور مع الخدمة؟ قال ليها قصي بخير عمدرة انتي شنو كاين؟ قالت لي سمعني مزيان خازينة غيختالس منها واحد من الاعيان مبلغ كبير من المال وغيحاول يهرب الى اقترتي تشده وتفضحه كل شي غيتيق فيك وغيعرف انك على قد المسئولية وغاد يعطيك منصب الولاية فرح قصي وقال شكونا هذا؟ قالت لي ما غنقول لكش وهو يقول مرجانة انا فرحان بك قالت مرجانة غدا نقول ولكن بشرط قال قصي شرطي وهي تقول له من لي غت تاخد الولاية؟ خاسني نبانة رسميا زوجة لك وكل شي خاسو يعرف وكل شي غادي يكون تحت خدمتي قال لها قصي ولكن صعيبة وقالت مرجانة ديك ساعة غادي تكون الوالي واحتى واحد ما غادي ناقشك في هاد الشي قصي قال لها موافق شكون هادا؟ يلا قولي شكون هادا؟ قالت له خوك مازن قصي قال شنو؟ وهي تقول له كي ما سمعتني خوك مازن غادي حاول يسرق وغيستاغل مكانتك قصي قال لها كيفاش غا نفضح خويا؟ وهي تقول له يلا فضحتيه غادي يكون اكبر دليل على حرسك على شؤون العباد ومصلحتهم وامين على مالهم في وجه اي واحد وخيكون خوك اللي من لحمك ودرمك ديك ساعة غادي امنوليك وغادي تيقو فيك وصي قال كنت حط في مواقف صحيبة بزاف قالت له مرجانة إلا بغيت توصل هادا هو الحل الوحيد او لا رجع لحياتك وابقى امين وماشي بعيد ياخد منك هاد المنصبشي واحد اخر قال لها قصي اي ااخدوه مني؟ قالت له اه لغد ليه مش قصي واتقص تحركاته وفعلاً القاه كي يحاول يسرق حصله هو وحشيته قال له قصي ايش كتير؟ مازم قال قصي؟ هو يقول قصي عمري ما تخيلت ان اخويا غادي يغدر بانتماءه وقبيلته مازم قال اخويا شوف انت ما غا تفضحنيش ياك قال ليه قصي شدوه وديوه القاضي اللي دير الدنك يستاهل العقوبة شدوه لحرس دي القصي وهو بدك يغوز قال قصي قصي خليهم يطلقوني قصي واش غا تحاكم خوك قصي قصي غادي وقال اهادي امانة انتهنا بحالك بحال جميع ولاد الفيلاج وشاح خبر قبض قصي على اخوه مازم وهو كي يحاول يسرق الخزينة كل شي ولا محترم هدي الشخص واجتمع اعيان الفيلاج ومعاهم الشيخ الغرفي وقصي اللي قلس حداه مسلوب شوية قال ليه الغرفي ايش هدي شي دارتي؟ قصي قال انت اللي علمتيني حفظ الامانة قال ليه الغرفي ولكن هادر اخوك قصي قال خليني عليك الواليد ما هتورينيش ختمتي بدل اجتماع بالاطراء الشرف وامانة قصي واللي من بعدها قروا نجعلوه على رأس الولاية ووالي الفيلاج كلهم هنقوه ورجعو ديك الساعة اللقصة باش يفرحو الجميع ومرجانة كانت كتسنة في بلاسة زوجة الغرفي دخل فجأة ولقى بلاسة مراته عامرة قال ليها ايش كتديري هنا؟ فين هي لالاك؟ قالت انا اللي عمرت بلاستها هي مشات قال ليها الغرفي فين مشات؟ وايش هاد الطريقة اللي كتغطري بها؟ قالت مراتك مشات هربات مع حبيب شبابها طجات بالدريجة الغرفي تصدم وقال شنو؟ كيف هاش؟ قالت مرجانة مراتك مشات وهربات مع واحد أخر شنوك يحساب ليك؟ غاتبقى مع واحد بحالك طاح الغرفي في الأرض وهو مقادر شيريه شافت فيه مرجانة مزيان وبتسمعت وقالت بسلامة الشيخ الغرفي ومشات البيت وحلات الباب وبدأت كتغوط عتقوني قصي اعتقني كلهم جوا كيجري وكيسولوا ايش واقع؟ قالت ما عرفتش انا دخلت نطل على الحاجة ولقيت الشيخ الغرفي طايحة هنا وما كيهدرش هزو الشيخ الغرفي وجابو له الطبيب ولكن للأسف قال ان الغرفي جافش لنا وما يقدرش يهدر او يتحرك الكل حزن بسبب الشيخ صدمة هي من ليش خبر وهروب زوجة الشيخ مع الحداد كل شي في الفيلاج ولا كيهدر عليها وهي دقول مرجانة مسكين الشيخ الغرفي هاد الشي علاش طاح وماقدرش يتحمل الصدمة قصي قال ما كنتيش عافة زعمة قالت له حسيت بليش حاجة خايبة غدا توقع ولكن ما عرفتش بلي هادك قال ليها قصي هادري نيشان شنو كاين مازال عائلتي و الدمرات كلها شنو كاين مازال قالت تهدن خاصك غير تعتار في بيه دابا و ترجعني أميرة على عرش القصر و ديك الساعة غا ديكون كله فرح قصي قال يا خوفي منك مشا قصي و بداتك تهدر مرجانة قالت انت اللي بديتي يا قصي ما زال غا تشوف الويل خرج من عندها قصي وهو كيهدر مع راسه قال ايش هادشي درت فراسي ابقيت تابع مرجانة حتى خرجات على عائلتي كلها و استوطنات هي وماشي بعيد تستولي على كل شي ايش غا دين ديها وليت في القصر بحال السراطان اللي كينخر حتى الخدم ولا كل شي تحت أمرها بسهولة وليت هي كل شي و خرجات أمي وقلسات في بلاستها وما غنستغربش إلى شنهار خرجاتني حتى أعنام الولاية وولات هي في بلاستي خوتي بجوج وحتى بابا حتى واحد ما كان في جنبي حارباتهم بإيدي واستفردات بيا لعباتها صحيحة من أول يوم طلقتني في الواد كانت مخطى لكل شي بدكاءها وشعوة ديانها قدرت تشدني من كل الجهات وللأسف واللي تبكتف وما قادر ندير وعلي يا ربي عوني يا ربي كان خرج حتى تلاقب شاما خرجة وهزح ويجها قال لها قصي فين غادة؟ وهي تقول له أنا ما غنبقاش هنا واش نبقى بوحدي معها تخيل له قتلتني أو لا دارت في شي حاجة قال لها قصي وغتخليني بوحدي معها شاما قالت له انت اللي جبتي هالنهار اللول تحمل عواقب أفعالك بنفسك مشات و هو موراها كيراقبها و كيقول ايش غادي وقع كتر و كيفكر كيفاش غادي تخلص من مرجانة مرجانة قالت ساهية كتفكر قالت و أخيرا وصلت لدك شي اللي بغيت و انت قصي ما عمرك غا تقدر تخلص مني جات واحدة من الخدمل عند مرجانة و قالت لا لا شي ناس كيقولوا باللي هوا مع عائلتك وبغاوا يشوفوك فرحات مرجانة و قالت دخليهم بالزربة دخلوا والدين مرجانة و رحبات بهم أما هو مبقى و مبهوري الأب قال واش انا كنحلم ادخلت للقصر ادقى هنا راجل في الفيلاج اولي تنسي بهم قالت له مرجانة و علاش ما تحلمش تكون ملاهقاع قال لي هالأب ديالا عمري ما نقدر نحلم بيها و هي تقول الأم اعلا بك عندو بش يشري الخبز حتى يمثالك قصر دازوا ليام و عائلة مرجانة ساكنة في القصر أما قصي شد المنصب دياله حتى لوحد النهار جا عند مرجانة و قال ليها مرجانة كان شي جديد قالت له اه وهو يقول شنو قالت بغيتك تعتارف بيها كسيدة القصر اللولة في الفيلاج قال ليها قصي خلينا نأجلو هاد الشي شوية قالت اينا مبغيتيش تحمل مسؤوليتك حيث المنصب ديالك غيطير حال الطيور قصي تخلع و قال علاج قالت لي هاد المرة انا اللي غدي نطيره ليك و انت عارف انه مصعيبش عليها نديرها قصي قال انتي حية وتلويتي عليك كي ما بغيتي بلا منحس حتى و اللي تباغت قجيني مرجانة قالت بلي عجبك ناد من حداها و خرج وهي دقول قبل ما تكوحها قصي كان عرف فاش كتفكر بقيت مرجانة مستولية على القصر و عايشة في ايه كي ما باغا و كل شي يقولك يهدر على بنت الفيلاج اللي ولات سيدة في القصر احتدخل عندها واحد النهار قصي و قال مرجانة قالت عيون مرجانة قال ليها قصي عمرنا ما سافرنا شي مرة من نهار تزوجنا و احنا في هاد الفيلاج و هاد القصر قالت وشنو نديرو قال ليها قصي نمشي و نفوجو على راسنا شوية غا يومين مرجانة الفرحة غلبت عليها و قالت فيك رزوينا نمشيو خرج قصي و مرجانة و مشاول قمة الجبن و دخله في دار صغيرة قالت ليه مرجانة هادي دارك قال ليها قصي اه كنجي نفوج فيها من اللي كنقنت مرجانة قالت مزيان قال ليها قصي عجباتك الدار و هي تقول حبيبي انا معاك و خف جهنم غا نكون مرتاحة قال ليها قصي غا ترتاحك ترى مرجانة غا ترتاحي بالي ياب اللي لخشبت ثالة غدا نشي نجيب باش نشعلوا المدفئة و هي تقول له مرجانة خود راحتك خرج قصي و خلى مرجانة في الدار ابقك يشوف فيها قرب شوية و عطى اشارة لشي رجانة خرجوا من كل حد بوصوا و شعلوا العافية في الدار ابقك يشوف فيها و هو يقول انت اللي وصلتيني لهاد شي يا مرجانة اللي بحالك خصهم يموتوا جريتي على ممي و كنتي السبب في ان اني نحبس خويا و انطيح خويا الاخر في الفراج و ببتشلل موتي يا مرجانة موتي ابقك يشوف في الحافية و هي كتاكل في الدار و هادي كانت هي نهاية مرجانة و هاكا كتالي قصتنا اليوم كانت منى تكون عجباتكم و كانت منى منكم تخليوا تعاليق عليها و شكرا لكم بزاف على المتابعة و الى اللقاء في قصة اخرى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة